أظهرت أرقام التصويت في جلسة البرلمان التي خصصت لعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثالثة اقتراب التحالف الثلاثي من تشكيل الحكومة ويفترض بحسب الدستور أن يختار مجلس النواب رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة وهو أمر تعطل منذ أكثر من شهرين جلسة الأمس أعطت قوة إلى التحالف الثلاثي الذي ظهر قريبا من تحقيق أغلبية الثلاثين حيث صوت أكثر مئتين نواب من أصل مئتين وخمسة وستين كانوا حاضرين في الجلسة من أصل ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا إجمالي مقاعد البرلمان على فتح باب الترشيح مرة ثالثة لرئاسة الجمهورية أما الإطار التنسيقي فقد كشف حقيقة حجمه حيث لم يستطع أن يجمع سوى أقل من نصف العدد الذي كان يروج له خلال الأيام الماضية وفي جلسة الأمس امتنع 62 برلمانيا عن التصويت على القرار من أصل الحضور واعتبر هذا الحجم الإطار التنسيقي أما الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينظر إليه على أنه حليف التنسيقي قد أعلن مقاطعته للجلسة الأخيرة وكان الإطار التنسيقي قد زعم قبل جلسة السبت بأنه جمع 134 نائبا ضمن كتلة جديدة لم يعلن عنها حتى الآن تحت اسم الثبات الوطني وهدد بإيقاف إجراء انتخاب رئيس الجمهورية أما قرار المحكمة الاتحادية الأخير وفتح باب الترشيح مرة أخرى سيعطي فرصة جديدة للحوار بعد أن كان البرلمان مضطرا وبسبب عدم اتفاق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد للإبقاء على الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد ويرى مراقبون أن المطلوب الآن استغلال فترة الترشيح الجديدة التي قد تمتد إلى شهر في تكثيف الحوارات واتفاق القوى الكردية على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية واتفاق القوى الشيعية على رئاسة الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة